السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا فرقة تانية عاملين ايه يارب تكونوا بخير وفي احسن حال معاكم روان اشرف فرقة رابعة وان شاء الله تلوقتي هنقول في المحاضرة بتاعة هنعدي عليها سريعا جدا نقول الحلاكة المهمة في فيها طيب اول حاجة خالص عايزين نعرفها كمقارنة ما بين الانواع كلها من حيث المريفولوشي كلهم كلهم اسموه المعادل هبوتايتس بي كلهم عبارة عن عر ANA معادل هبوتايتس بي dna كلهم معادل هبوتايتس non-forced الكابسد ايه الكابسد ده اللي هو اللي بيغلف الجينوم اللي بيغلف الجناتك متيريال بتاع الفيروس في اله اي في شكله كيوبك في الاتشي سي في شكله ايكوساهيدرال. في الاتشي دي في عنده دلتا انتجن. ستين واحدة دلتا انتجن. شوية جبار وشوية صغيرين. طيب. الانفلوب منحيز الانفلوب في الاتشي سي في عندهم حاجة اسمها اه اه محشورين في الليب الانفلوب الور. عندهم حاجة زي دابابيس اسمها اي وان و اي مصنوعة من محشورة في الانفلوب اللي برا. طيب. بالنسبة للاتشي بي في منحيز الشكل. ليه تلات اشكال. يا اما كومبليت يا اما آآ سفيريكل يا اما تيوبيلر. كومبليت يعني جوا كل حاجة بالحشو اللي جوا. يعني شكل كومبليت بس ما غير الحشو اللي جوا. يعني طويل. كومبليت ده عايز اعرف عنه ايه? ان هو جوا تلات حاجات. حاجة اسمها كور انتجن. حاجة اسمها دي ان ايه جينو? حاجة اسمها ايه انتجن. والسيرفاس اللي برا فيه حاجة اسمها باتايتس بي سيرفاس انتجن موجودة في الكومبليت وفي الليسفريكل وفي التيوبلر. خبص السيرفاس انتجن موجود فيهم كلهم. من حيث الباسوجينس. الاي والاي بيتنقلوا فيكو اورال. البي والسي والدي والجي كلهم عن طريق البلد. بتلات طرق. يا اما برينترال يا سيكشوال يا او بلاسينتا. من المادر للفيتوس. طيب الواحد واخد نصيب تسعين في المية من البوست ترانسوفيوشن السيشيتي في باتايتس. والجي واحد عشرين في المية. وقعنا الرقم ده مش مزبوط لان جمعوهم مية وعشر في المية. فالرقم ده في حاجة مش مزبوطة. تمام كده? الدي عمره ما يجي لوحده. دايما يجي مع البي. يا اما في نفس الوقت فاسموهم كو انفكشن. يا اما دي يجي يكمل على البي. فاسمو سوبر انفكشن. ماشي. من حيث الكلينيكال بالنسبة للحاجة من حاجتين. يا اسمتماتيك يا اسمتماتيك. السمتماتيك ده مرحلتين. يعني اعراض شبه البرد بالزبط. اكتريك او اللي هي بقى المرحلة الاساسية. مرحلة السفرة. ودي بتقى بعد كم يوم من البردروماتيس. طب بالنسبة للبي. حاجة من حاجتين برضو. يا اسمتماتيك يا اسمتماتيك. واللي اتنين ممكن يعملوا ممكن يخفو. واللي اتنين ممكن يحصل فيهم كورونيك. يقلبوا بكورونيك. السمتماتيك فيها حاجة زيادة بس. انها ممكن تقلب بفايل من انتنزيز. يعني مرض مميت. ماشي. الكورونيك ده حاجة من ثلاثة. يا كارير يا بريزستانت يا اجريسيف. كارير يعني عنده الانتجم في دمه بس ما عنده وش الاعراض. بريزستانت عنده اعراض خفيفة يقدر يعيش بيها. اجريسيف الاعراض شديدة قوي مش بيستحملها. ممكن يقلبوا بسرروزيس يعملوا آآ تلايف في الكبد. وممكن التلايف ده يعمل لي كانسر. هيباته السلولار كارسينونو. بالمناسبة الهيباطايتس ايه? بيهفل واحده. ومش بيقلب لكورونيك. طيب بالنسبة الهيباطايتس سي زي الهيباطايتس بي بالزبط. عندي معلومة زيادة ان خمسين فلمية من المرض اللي عندهم هيباطايتس سي بيبقوا كورونيك. وبيقلبوا بسرروزيس ويهباته سلولار كارسينونو. طب بالنسبة الهيباطايتس دي نفس اللي قلناه في الهيباطايتس بي. لانه بيجي معاه. بس لما بيجي بيعلي المستوى بقى. بيزود بتاعت الكلينيكال فيتشرز. بالنسبة الهي اشهر سبب يعمل اكيود فير الهيباطايتس في الشباب في الدول النامية اللي هي هو الهيباطايتس اي ده. والفيروس بيزهر اه الفيروس بيزهر في الفيسس بعد ساعة سياب من ظهور الجامس. الانكيوبيشن بيجي بقى. الاي شورت بتقعد من ثلاثة الستة اسابيع. البي لونج بتقعد من ثلاثة الستة الشهور. والاي بتقعد من ستة التمان اسابيع. اشخص ازاي? الاي الهيباطايتس اي? العينة بتزهر بعد مرور اسبوعين من العدوى وبلاقيها في الليفر والبلاد والفيسس. لو شفت وظيف الليفر هلاقي البليروب ونوتران سماينيس عالين. والبروسروم بالقليل. زمان كانوا بيشوفوا الاتش اي في بارتكالز. اللي هي الجزائيات بتاعت الاتش اي في. او الامتجن بتاعه في الفيسس. وبيكشفوا عنها. بس ليه طريقة دي ما بقاش مستخدمة. حالان بيستخدموا اي ما بي سي ار. يعني ما سيرولوجي. اللي هو تحليل الايسة. بشوف بالنسبة للبي نفس الكلام ووظيف الكبد هلاقيها عالية. وعندي حاجة اسمها هيبوتايتس ماركرز. وممكن نعمل بي سي ار برضو. وزيادة على اللي فات بقى ان انا عندي حاجة اسمها دي ان ايه بوليمرز انزيم. الهيبوتايتس بي فيروس بي فريزو. طيب ايه الهيبوتايتس ماركرز بقى? اللي احنا خدناها في الهيبوتايتس بي. تلاتة. الهيبوتايتس بي سيرفاس انتجن وكور انتجن وايه انتجن. وليهم تلاتة انتيبوتس للجسم بيفرزهم عشان يحاربهم. بيزهر في الدم في خلال والاكتف ديزيز. وبيكمل لو الشخص ده تحول لتاريير ممكن يلاقي دي مكملة في الدم بتاعه عادي. بعد ما دي يختفي يزهر للانتيبوتايتس بي سيرفاس انتيبوتايتس. بس ما بين المرحلة اللي ما بين اللي اختفاء وظهور الانتيبوتايتس بنسميها الويندو فيز. ماشي كده? الانتيبوتايتس لما تزهر ده معنا ان الشخص نعم باميونيتي. يا اما اتعادة وخد مناعة يا اما واخد تطعيه. طيب الكور انتجن دي بتزهر في مرحلة الاكيوت ديزيز. مش بتبقى موجودة في الدم. موجودة في خلية الكابت. فلازم نخد عينة الانتيبوتايتس بتزهر في مرحلة الديزيز عادي. والانتيبوتايتس ادور ساعتها على الكور. الانتيبوتايتس بيه كور انتيبوتايتس. بالنسبة لل اي. لو لقيته همش بقى موجود معهم كله. بس لو لقيته معنا كان المرض دهايلي انفكشوس. والانتيبوتايتس بتزهر في خلال الانفكشن برضو عادي. طيب. بالنسبة له بطايتس سي. اعمل بي سي ار. او ادور على الانتيبوتايتس اسمه اي جي جي. بتحليل اسمه الايسة. واكد بتحليل اسمه رايبة. والانتيبوتايتس دي ما بتبدأش تزهر غير بعد مرور حوالي 15 اسبوع من العدوى. افريج كده افريج خامس нар kuinى صور اسبوع. انا ما هو فيه رينج ما بين اربعة لثنين وتلاثين اسبوع. بالنسبة له هيحادور على دلتة انتجن. يحادور على دلتة اي جي ام بالنسبة به بطايتس اي خادور على اي جي ام بتحليل اسمه ويسترن بلوت سريبس. يعمل اي جي جي بتحليل اسمه ده كده ايه? ده كده اخر حاجة البروفيلاكسس البروفيلاكسس ياما باسف ياما اكتف اللي هو بالفاكسين باسف يعني بدي جاهزة من بالرأس ما هيوما ودي تدي ملاعة من مدة من ثلاثة لساتة شهر قدام طيب بقى عندي نوعين من الفاكسين يعني اتلاه يعني معضل ورصيا. طب النزل يا قبل التعرض يا بعد التعرض. قبل التعرض اسمه ده بغضو من السيرم بتاع واحد عنده يعني بغضو واندفو وجاهز من الفاكسين. ده معضل ورصيا. وده اللي مستخدم وبديل الاطفال عند دهات شهور شهر واحد واتنين وستة. في في يعني في الكتف. آآ تلت اسمه بلي ببتايد وده لسه عليه تجارب. البوست اسف بوجر هو برضو نفس الكلام انتيباضيس. اسمه ايه بقى? بجهزه من شخص عنده ببتايتس بيه بس مش بوزت في كارير. مش زي الباكسينيشن. بديل مين? لشخص آآ حصل له اصابة بكون تامن دينيدل. يا اما بديل الام عشان ما تصيبش طفلها. يا اما بديل الطفل اللي كانت الام بتاعته بسطفل. اول ما يتولد. الهيباطايتس دي نفس اللي انا عملته مع الهيباطايتس بيه بالزبط. بس زيادة عليه ان الشخص ده لو جاله خلاص الهيباطايتس دي بديله انترفيرون بيقلل شوية نسبة الديلتا انتجين اللي في الدم. كده احنا رجعنا سريعا على اهم النقاط للمرحلة اللي بديت في المحاضرة اللي بديت. آآ آآ روها كده واذاكروها كويس. وان شاء الله اللي امتحمش اللي اخرج منها. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.